بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به على أهمية شرب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فعلاً الماء هو الحياة الماء هو عصب كل شيء جسم الإنسان كل الأبحاث العلمية قالت أنه يتكون من 60 إلى 70% من الماء الدم أكثر من 90% من الماء وهو ينقل الأكسجين ومن أين سيأتي بالأكسجين؟ من تركيبة الماء وبالتالي هو مهم جداً الدماغ 70% يحتاج إلى الماء الكلة لا تستطيع أن تعمل بدون ماء الجلد هذا الرونق الجميل الذي نبحث عنه دوماً نحتاج به إلى الماء نصرف مئات الدولارات حول الكلمات المرطبة وننسى أن نشرب الماء إذن تعالوا بنا أن نبحث في أسرار هذا الماء ونشوف إيش حكاية هذا الماء أولاً ما أريد أن أركز عليه في هذا الفيديو من البداية أن شرب الماء ليس مشروطاً ساخناً على سبيل المثال لا أستطيع أن أقول لهم والله إشرب الصبح كوباية مية مغلية لأنه هو مناطق حر على أقس مناطق مثلاً الباردة هذا ممكن أقول له إنه والله إشرب مية سخنة إذن ما بينهما إشرب ما بينهما إشرب الماء الدافئة أو الماء الفلتر العادي إذا كانت درجة حرارة مرتفعة في الصير 40-50 درجة مئوية من الطبع أني أحتاج ماء إيش ماء بارد ولكن لكل منهم إيش شروط يعني بشرب ماء بارد في لحظة الذروة الظهيرة مثلاً عمر طبيعي جداً لكن لا أفاجئ المعدة بماء بارد أو ماء مثلج أكون صايم وأول شيء أدخل المعدة ماء مثلج أكون نايم أصحى الصبح أصحى على ماء مثلج هذا مرفوض وكذلك بالمقابل الماء الساخن برضو مرفوض لأنه بفاجئ فيه المعدة فتأنسب شيء أصبح هو الماء إيش؟ الماء الدافئ الماء بدرجة حرارة الغرفة مش أسخنه وأعد أبرده هنحكي في هاي المعلومة رقم اتنين الماء عبارة عن معادن فالأنا لما بدأ أشرب المية حتى أخذ فوائدها اللي بنتكلم عنها يجب أن يكون غني بالمعدة لما نشوف زجاجة الماء المعدني بنلاحظ فيها مكونات السوديوم والبوتاسيوم والكربونات وكل هذه الأمور بنسبها وبنشوف برضو درجة حموضة هذا الماء فبنلاقي سبعة بنلاقي ستة فاصلة تمانية بنلاقي سبعة فاصلة تنين ما هي الحكاية إذن؟ الماء نبحث به عن المعادل هذا جوهر الموضوع ونبحث فيه عن درجة الحمضية كلما كانت مرتفعة نحو القاعدية كلما كان أفضل يعني لما يكون فيه عندي ثلاث زجاجات وأنا في السوبر ماركت بطلع على الرقم الهايدروجيني البي أتش والله لقيت واحدة سبعة واحدة سبعة فاصلة ثلاثة واحدة ستة فاصلة ثمانية باشت سبعة فاصلة ثلاثة لقيت ستة فاصلة ثمانية وجنبها واحدة ستة ونص باشت ستة فاصلة ثمانية بروح للأعلى إيش الأعلى المتوفر في هذا السوبر ماركت باشتري ليش؟ لأنه جسم الإنسان كلما اتجه نحو القاعدية كلما كان إيش صحي أكثر وأنا بسعى دائما وهذا أن الماء موجود ومتطلب متطلب لكل عضو الدماغ والدم والكلة والجهاز الهضمي بأكمله إذن لازم أعطي هذا الشيء لا ننسى الجهاز الهضمي البنكرياس على سبيل المثال البنكرياس هو قاعدي درجة تبعته عشان يشتغل في وسط ممتاز ويشتغل بكفاءة يعني وسط ممتاز معناها بكفاءة وسط 8.8 قاعدة جدا ماء زمزم ماء زمزم الأفضل في العالم هو إيش ماء قاعدة فالتالي دائما نبحث نحو من القاعدية الآن أنتقل إلى محور آخر وهو كيفية الاستفادة من هذا الماء بمعنى هذه الأعضاء كيف تستفيد من هذا الماء أبدأ في الدرجة الأولى في لحظة شرب للماء الماء سوف يختلط مع اللعاب وبالتالي سيحدث تفاعل هذا التفاعل إيجابي بأنه ينظف أولا الفم ويحمي الفم من أي مايكروبات كانت موجودة لذلك دائما ننصح في البداية حين نستيقظ من النوم أن نشرب الماء حتى أي ملوثات خلال فترة النوم خلال فترة الليل تكون إيش تكون هذا المضمضة أول شيء تكون جيدة بالماء تمام حتى نساعد اللعاب وعملية تنظيف كبيرة تكون لمين للفم طبعا هذه العملية سوف تساعد أكيد بزي ما منحكيها العلامة أو الشرارة الأولى لعملية هضم أنه يجهز الجسم أنه استيقظ أنه الآن ممكن أنه يستقبل مواد تغدوية عناصر تغدوية فتبدأ عملية تحيئة للجهاز الهضمي بشكل جيد الإشارة تنتقل بعد ذلك للدم فهو يستقبل هذا الماء الماء عبارة عن إيش عبارة عن ذرتين هيدوجين وذرت أكسوجين وذكرنا قبل قليل في بداية الفيديو أن الدم 90% منه ماء فهو يحتاج واحدة من أهم وظائف الدم هو نقل الأكسوجين ونقل المواد التغدوية أي الأناصر التغدوية وبالتالي وجود الماء هنا سوف يعزز هذه الصفتين تحديدا الأكسوجين لهذا الدم طبعا إذا كاننا عملية الهضم عززت البنكرياس إذا كان الماء الرقم الهيدوجيني تبعه أعالي إذن منظومة الهضم ككل الآن صارت جيدة جدا منظومة الأوردة من يعاني من الضغط من يعاني من مشاكل في الأوردة هي مشاكل الأوردة إيش؟ عدم نفاذية يعني إيش؟ يعني ما فيش فيه عندي دم ينفذ من خلال هذه الأوردة يعني الحركة بطيئة إحنا بنعمل تحليل بيسموه سرعة الترسيب أو كتير ناس بيجيب لك عندي حماوة في اليدين في القدمين عندي برودة هذه النقص أو خلل في الدورة الدموية واحد من أسبابها بنلاقي عدم شرب الماء وأن الماء فيه أكسجين ويعزز هذا الكلام الكلة طبعا مهم جدا تساعد في الماء هنا عملية إخراج هذه السموم من الكلة ويرفع من كفائتها بشكل إيش؟ جيد وطالما تحدثنا عن السموم أكيد نتذكر الكبد أيضا مهم جدا ويساهم هو الآخر يحتاج إلى الماء لمساعدته في طرد هذه السموم لا ننسى أن الماء هو وسط تفاعل أذكر على سبيل المثال للحص موضوع المفاصل الركب ذكرنا في فيديوهات سابقة أن تركيبة المفصل عبارة عن خمسة الكلوكوزامين والكندروتين والهايلوريك أسد الكولاجين وإيش؟ والمية والماء إذن الماء هو جزء من تركيبة هذه المفاصل إذا أنا ما بدي أشرب مية إذن التفاعل رح إيش؟ رح يقل إذن بالذات مرضى المفاصل وتحديدا الركب وأي مفصل صراحة في جسم الإنسان كلهم نفس التركيبة يجب أن يعزز شرب الماء لأن هذا جزء من إيش؟ من التفاعل وجزء من التركيبة الخماسية لهذا المفصل إذن نحن أمام منظومة رائعة من الصحة المتكاملة في كوب واحد فلنحرس دوما شرب هذا الكوب على الأقل يعني ما يعادل من لتر ونص إلى ثلاثة في اليوم وهذا ليس بالصعب نقسم الأوقات الزمنية أو الستعشر ساعة لأنه في عند الثمان ساعات نوم ستعشر ساعة نقسمها يعني لو شربنا لنا كاسة مية كل ساعتين كل ثلاث ساعات بيكون جيد أن نضع زجاجة الماء أمامنا في المكتب في السيارة في وين مكان مكان جلوسنا موقيت الصلاة تكلمت عنها قبل وبعد كاسة مية كل هذه الأمور يعني بيتذكرنا في موعيد شرب الماء اليوم صارت تطبيق على الجوال بيذكرك في شرب الماء مش مانع أنك تنزله تمام؟ إذن نستفيد من كل وسيلة متوفرة حتى إيش نضمن شرب الماء فنتمتع إن شاء الله بصحة وعافية دائما ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته